لكن على كل الأحوال كانت فرصة كواسة جدا أنك أنت تتابع الكلاسيكو وتفصل شوية عن الحالة الكروية في مصر لأن عشان تنقل أوروبا في فجوة زمانية كبيرة جدا وكلاسيكو مبارح الحقيقة قال كتير على الرغم منه كتير من وانا منهم الحقيقة توقعنا أنه بعد خلاص بقى ما كريسيانو رونالدو رحل وميسي رحل أنه الكرة في أسبانيا أو الليجة في أسبانيا هتنزل هتتأثر وخصوصا أنه الفرقتين دول طول عمرهم تاريخهم بيقول أن هم بيعتمدوا على أهم نجوم العالم يعني مفيش جيل مفيش فترة مفيش مرحلة ممكن يخلو فيها فريق برشلونة أو ريال مدريد من أهم الأسماء في عالم كرة القدر اللي حاصل للفترة دي كده مفيش دجوم العرد تقيل مفيش أهم الأسماء مفيش شمبابي مفيش هالند مفيش كتير مفيش صلاح مفيش مفيش دمار مفيش مفيش من هنا للصبح ورغم ذلك الحقيقة طبعا يحسب دا للريال أنه عنده قدرة على المنافسة أوروبية حتى مع استغنائه على أهم الأسماء اللي كانت بتنتمي دي رفض بران ماشي سيري جيراموس برضو أوكي طبعا جاريث بيل كريستيان رونالدو كل دي نجوم وأسماء من العرد تقيل رحلت ولكن كلاسيكو مبارح بيقول لا دا مش وقع الناس دي بتشتغل على أعلى مستوى والسؤال اللي أنا حابب أتكلم معاكم فيه أستغل فترة التوقف دي وأتكلم فيه وأتراحه مع حضراتكم وهيبقى جزء من حلقة النهاردة يعني بحب كده أفكر مع الجمهور يعني تفعلوا وتفكروا كده في الكلام اللي بيتقال دا الصورة أو التابلوء اللي حصل مبارح فيه كلاسيكو الأرض أو كلاسيكو دولوس كلاسيكو زي ما بيسموه كلاسيكو كل الكلاسيكيات برسلولة وريال مدريد بتقول كتير واللي عايز أو بيحلم في يوم الأيام لكرة المصرية بمستقبل يعني يرضي طموحات الجمهور مش هقول مستقبل باهر يعني أنا مطالبش أن نحن أخد كاس العالم لأنه دا حلم صعب جدا لكن اللي عايز يحلم واللي عايز يشوف تطور في الكرة المصرية يبص للتسعين ديها دول ويذاكرهم ويدخل في أدق تفاصيلهم هتلاقيوا إجابات كتير جدا على أسئلة أعتقد أنه كل المسؤولين على منظومة الكرة في مصر ما عندهمش إجابات عليها